اشتركوا في القناة تصفيات المزدوجة الثلاث مباريات التي قاضها العراق تكللها بالصعود للمرحلة الختامية كثاني للمجموعة بعد ان فقد الصدارة في المباراة الاخيرة وامام المنافس الاقوى والشرس والكبير المنتقب الايراني لكن ما ظهر عليه العراق في الثلاث مباريات وما حدث طوال هذه التصفيات ينظر بخطر بان المرحلة الختامية ستكون صعبة جدا على العراق هو كن الجميع يعرف جيدا ان المرحلة الختامية ستكون صعبة لان سيتيك الكبار الكبار القارة الصفراء لكن ما اظهر المنتخب خلال هذه الثلاث مباريات وخصوصا امام ايران اظهرت نحن ما زلنا نبتعد بخطوات عديدة عن هذه المنتخبات وهذا شيء معلوم لكن الى متى سيبقى هذا البعد عن المنتخبات الكبيرة من يريد ان يتأهل الى كأس العالم عليه ان يجار الكبار ويفوز عليهم وان يكون ندا قويا لهم في كل شيء على المستوى الفني على المستوى الخططي التكتيكي البدني اظهرت مباراة ايران العديد من الامور في بدايتها ان لاعبين يجب ان نكون مقتنعين بهذا الجانب اللاعبين الموجودين اليوم مع المنتخب الوطني هذا هو مستوياتهم مقارنة بما نراه في المنتخبات الكبيرة الاخرى هناك فجوة كبيرة على المستوى البدني والتكتيكي والنفسي والذهني كيف سنردم هذه الفجوة؟ كيف ستعمل الهيئة التطبيعية كتنج ومصيرة في الفترة المقبلة؟ ما الذي سيحدث؟ هل كتنج سيكون على قدر المسؤولية في الفترة المقبلة؟ سيبقى ام سيغادر؟ كيفية التعامل مع كتنج قبل البطولة بعدم تسليم رواتبه؟ هل كان مقصودا ام الظروف القت بظلالها؟ هل هذا الموضوع ما اثر على كتنج على المستوى الذهني حتى للمدرب؟ لماذا نحن امام المنتخبات الكبيرة دائما ما نعاني على مدى سنوات طويلة؟ اذا الحل ليس بالمدربين الحل قد يكون اعمق من تبديل مدرب منتخب وطني وهذا معلوم اصبح للجميع بهذه الفترة في هذه الحلقة سنناقش مسيرة المنتخب الوطني الآنية والحالية والمستقبل المقبل مع ضيفين عزيزين هنا في الستوديو من عمان ورحب بداية بمدرب حراس مرمان منتخبنا الوطني السابق والكبير الكابتن احمد جاسم ورحب بك اجمل ترحيف سعيد جدا باللقاء اهلا وسهلا سهلا سهلا ورحب وايضا بضيفي اخر طبعا هو احد النجوم الدوليين السابقين واحد المهاجمين البارعين سابقا هو الكابتن ومدرب رزاق فرحان ورحب بك اجمل ترحيف سعيد جدا بلقائك ممكن اصلافة ثانية في ملاعد شكرا الى خياتي الى كل كابتن احمد جاسم اهلا وسهلا خلينا ابلش وياكم كابتن احمد الجميع قال ان مباراة ايران ستكون صعبة وكل كان متيقم من هذا الامر اليوم الحديث كيف سنواجه الكبار في المرحلة الختامية في ظل هكذا مستويات وفي ظل هذا الاسلوب اللي تبعك اتنج بداية شكرا الىك وتحياتي وحبي واحترامي كاتو الزاق خصوة السعيدة فترة طويلة امام التقييم هاي صار هميم حلقة الرابعة دائما نجمع احنا التقييمات دائما تكون عندنا متأخرة وتعتمد على النتائج اللي نحصل عليها وهذا الصور يعني عمل خاطئ المفروض احنا كمختصين كتطبيعية حتى وزار الشباب اذا تقييم في كل مرحلة يمر عليها المنتخب المنتخب خصوصا في الدور الثاني من التصفيات وهذا اللي سبب الألم والحزن اللي جمهورنا مو بس البارح على مبارات إيران لكن هي تصاعدية من مبارات مبوديا ثم هونغ كونغ والمبارات الخيرة بالأب سمام إيران المنتخب نعم فاز بمباراتين لكن في اداء سلبي جدا ضعيف ويمكن كنا محظوظين مرطيا بهذه التصفيات المرة الأولى من هونغ كونغ بخطأ مباشر من اللاعب منتخب هونغ كونغ كونغ كنت موارات واحد صفر والمرة الثانية كنا بي محظوظين أكثر البارحة نتائج المنتخبات الأخرى يعني ساعدتنا أن نحتل المركز الثاني فأعتقد المنتخب يعني ما سوى بالأداء اللي داي قدمة يبشر بخير نهائيا خصوصا أنه المرحلة الحاسمة بالتأكيد كنا نعرف هي منتخبات كبار أسر ستكون موجودة بها والفترة الفاصلة ما بين الأمس وما بين المرحلة القادمة فترة قصيرة جدا اللاعبين الآن بالتأكيد ممكن يضيفون تطرح من جديد اللاعبين المختربين أو المحترفين كل معراقيين هم لكن ما أعتقد رح يصير تغيير كبير ما عندنا مسافة تفصلنا على المرحلة الحاسمة سوى من اليوم هي ثمانين يوم بس فأعتقد الأمور صعبة جدا الأمور صعبة جدا وطبعا إحنا كابتر رزاق معلوم أن المنتخب الوطني هو نتاج دوري هو نتاج عمل منظومة كرة قدم في بلد ما ترفعها وصل اللاعبين إلى المنتخب الوطني اليوم الأحاديث عن إقالة كتنج وتبديل المدرب إلى أي مدى تجدها منطقية في ظل الفترة القصيرة وهل هي فعلا ستكون ناجعة على الأقل والله أنا أرى هذه الشماعة لازم توقع دائما المدرب هو السبب دائما المدرب هو الخسر الفريق قبل ما ندخل بهذه التصفيات كان المدرب من أفضل المدربين ونتائج وتصنيف وكلها تتكلم عنها بإيجابية الآن خلال فترة مثلا ثلاث مباريات كل شيء اختلف بالنسبة للشارع الرياضي وأيضا كل النقاط نعم منتخب أخصوصا الآن يمر بمرحلة غير جيدة لكن إذا تجد تشوف مجريات المباراة مثلا نحن لعبنا بدفاع متكتل لكن في بعض الأحيان يكون هناك هجمات مرتدة الميمي وبشار وهمام ثلاثة ضد ثلاثة أو ثلاثة ضد اثنية زين هاي هم مواجبات مدرب مثلا نعم طبع نعم هاي هنا تدخل بيها مهارة اللاعب ومكانيات اللاعب ممكن المدرب ينطيهم جملة تكتيكية على الهجوم المرتد لكن أنا سورفت ياك بالحلقة الماضية تحدث لكن اللاعب العراقي نعم مجرد دخوله لأرضية الملعب ينسى كل الواجبات الهجومية ممكن بالدفاع سهلة عليه لأنه الواجبات الدفاعية ممكن المدرب يكلفك ببعض الواجبات اللي هي تعتبر مناطق نعم أتى مربعات أو أتى تسكرها مثلا تكون الجهة بهذا الاتجاه يتخل جوة أو هذا والتحرك بعمل تحرك الكرة بتجاه الكرة لذلك سهولة الاستيعاب بها بالحالة الدفاعية لكن بالحالة الهجومية تشوف أنه لاعبين يروحون للجول مرة مرتين تلاثة يتنقطع الكرة مرات اثنين على تلاثة لكن ضعف المهارة وضعف بعض الامكانيات اللي أنا أشوفها أنه مو بس المدرب هو السبب الرئيسي وهذا نتحدث بي عن الدوري يقودنا عنه هو هذا نتاج لعبين أقلبهم من اللاعبين المحليين اليوم هو هذا نتاج الدوري العراقي وبالتالي تشوف يوم فوق وثلاثة لعبات ما يقدموا المستوى لكن هذا أنا أشوفه و هذا مستوانا يجب أنه لا نبالغ نحن مستوياتنا تقريبا بالمستوى الثاني بعد إيران وكوريا واليابان وإستراليا وحتى قطر والسعودية هو متفوق وعلينا نحن نشوف نحن فارق عنا أنه اللاعب العراقي عدة شخصية وكرزمة مختلفة عن الجميع نعم يلعب بمن يلعب؟ يلعب نقول نحن بالحماس بالحماس والاندفاع لكن إذا تجي مثلا تكتيك ورسم جمال تكتيكية من قبل المدربين هذا مستحيل يطبقها اللاعب لأنه أساسه هو خطأ الأساس هو بخطأ خلونا نشوف الفرق التي تأهلت المرحلة الختامية الفرق العشرة التي الـ 12 منتخبا تأهل إلى المرحلة الختامية رئيس سيدنا مقرش تعرض لنا الصورة حتى نشوف طبعا هاي هي الفرق التي تأهلت سوريا، استراليا، إيران، السعودية، اليابان والإمارات وكوريا الجنوبية والصين وعمان والعراق وبيتنام ولبنان هذه الفرق العشرة التي ستتواجد وتقسم على مجموعتين بحسب المستويات لكن هذه المستويات تكون مؤثرة وبالتالي سيكون مستوى الأول في كل مجموعة هناك من المستوى الأول والمستوى الثاني والثالث والرابع والخامس وصولا هذه هي العشر منتخبات وفي النهاية المنتخب العراقي متوقع له أن يكون في المستوى الرابع بعدما كان بالمستوى الثالث وفي حالة الفوز لو فائز كان ممكن يصعد إلى المستوى الثاني اليوم حسب التصنيف الجديد الذي سيظهر خلال أيام القليلة المقبلة سنكون في المستوى الرابع مع الصين طبعا كل مستوى فيه منتخبين فقط في هذا الموضوع لذلك جميع يتحدث أن إحنا لو فازين على إيران نروح نصير مستوى ثاني يعني بعد ما نواجه منتخبات أقوى هذا غير صحيح نحن بالأخير هي فقط مجموعتين وستقسم كل المستويات على نفس المجموعة يعني إذا ما يجبتك اليابان رح تجيك كوريا الجنوبية رح تجيك السورالية رح تجيك المتخبات القوية بشكل عام كابتن كيروش اليوم أحاديث تتحدث أنه بديل لكاتانيش اليوم أحاديث تتحدث أنه مدرب المنتقب الأولمبي الجديد تشيكي أنه ممكن يستلم المرحلة المقبلة كبديل كمدرب طوارئ برأيك يعني تغيير المدرب الآن جد رح يفيد أنت لأن انت مدرب منتقبات كثيرا وممكن يأثر هذا الموضوع وتعرف التأثير إذا كان سلبي أو إيجابي يعني أنا أعتقد حتى نفكر بمدرب أجنبي جديد لازم خلي قدامي نقاط محددة أول شي لو موال موجودة المدرب بس نحن نريد مدرب أجنبي جديد يعني مفوض أفضل ويمتلكسي في أكبر نعم يقدر يأهلن النهاية كالس العالم نعم الكورونا ممكن حتى تلاعبت حتى بسعار المدربين واللاعبين خفوضتها بشكل كبير لكن في كل أحوال المفروض مدرب على مستوى عالي كلفنا أموال كثيرة النقطة الثانية المدرب الأجنبي جديد رح يجي يعرف كل زيال أنه أول وورا يوم 2-9 وعدنا إحنا دوري يخلص 15-16-7 يعني رح يدرب الفريق تقريبا بحدود 30 يوم 35 يوم فهي رح يكون مطالب أو مسائل عن النتائج وما أعتقد أنكم مدرب أجنبي رح يقبل بهذه الحالة ممكن أن نجي مدرب أجنبي وممكن أن نفر للأموال لكن يطلب عقل سنتيا ثلاثة من ضمنها هاي التصفيات هاي التصفيات ما يتحمل مسؤولية نهائيا أنا أعتقد التغيير هو تغيير نفسي معنوي أكثر يعني كاتنجل الآن ابتعد الجمهور عليه من الصورة كبيرة ممكن للتطبيعية وإن كوزارة الشباب ما نعرف بس الجمهور بالتأكيد ابتعد عنا فأعتقد التفديل هو ضروري جدا على الشرط أنه نجي مدرب المرة لازم نجي مدرب يعني يكون يتحمل المسؤولية بصورة كاملة مدرب يقدر يوقن من مرحلة إلى مرحلة أما المدرب كان لا إذا تعرف كابتن يعني بالأخير حتى إذا بدنا نمدرب وما نحقق النتيجة في المرحلة القتامية سيواجه ضغوطات وسيجميع يثير ضده وبالتالي رح نرجع نفس النقطة لا أولا أنا أتصورها مغامرة غير محسوبة لا محسوبة للمدرب الجديد الذي يجي يعني هو عرف الوضع وعرفه لشيء نتأهلنا وعرف وضعية المنتخبات الموجودة في المرحلة الحاسمة ما رح يجع في المهم مسألة لكن هو رح يوضحها بالتأكيد أمام الأطراف التي رح توقع ويرعقد رح يوضحها بالإعلام أنه دعاني ما تأهلت هذا غير محسوب أنا موجود بسنتيا أو ثلاثة وحاسموني لأهم وهي المرحلة إي أنا موجود صح صح هو الهدف الأكبر أنه تتأهل كأس العالم بس أنا ما أشتغل شهر ونصف شهر ونصف شتري على شمال ما رح يجي مرتاح نعم هاي على الشرط شون الباحدة يحصلون أنه كأسر مدرب الأوردني مدرب الأوردني حاطي له فقرة إذا لم تتأهل كأس العالم خلاص عقدك هو أربعة سي تتسنين خلاص رح ينهوه يعني أكو فقرة فأنت هاي بالعقد رح تكون موجودة أنا ما أقدر أتحمل مسؤولية أهلكم كأس العالم بشهر مستحيل مستحيل أي مدرب ما يقدر يعدك هذا الوحيد فإذا سوى سنتين ثلاثة هاي من ضمنها رح أصبح لفترة يعني أشتغل وأسعى بس ما أكون عاقل يقول لك أنت يجيب لك مدرب هسا كل شيء ما يعرف عن العراق كل شيء ما يعرف عن العراق وباقي السبع مبارات يقدر يتفرج بالدور العراقي حتى يختار اللاعبين ويكون حتى تكون غير ناجح هذا الأمر حتى على مستوى الاختيارات يجوز رح يصير أكو تخبط رح تبقى رح يفقد التشكيل والاستقرار اليوم من حيشة رح نفقده هذا إذا بقى من نهاية الدور اعتبارها من اليوم إذا بقى بالعراق بالعراق ممكن يجينا رأسا بالتدريب عملت المفاوضات إذن نطول كابتر رزاق كاتانيش في أكثر من اللقاء قال هذا ما موجود لدي هذا ما متوفر الآن ومع ذلك هو تغابة عن اللاعبين المغتربين المتواجدين في خارج العراق خصوصا نحن شاهدنا وانت ذكرت نقطة أنه عملية التحوير لهمام ولبعض المراكد أثرت على يعني خلينا نقول جودة جودة المباريات والأسلوب كاتانيش لماذا ابتعد عن المغتربين بهذه الطريقة ولم يحاسبه أحد ولم يتدخل أحد أو بصورة صحيحة أنا أشوف أنه يعني طبيعي جدا أنه محد يدخل بقرارات المدرب وهو يحر باختياراته نعم 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 أكو لاعبين ممكن لهم تأثير يعني ولممكن ممكن إمكانياتهم متأهلهم أن يكونوا متواجدين مع المنتخب الوطني لكن المدرب أخذ فترة طويلة يعني مو يوم ويومين حتى اقتنع بهذا قراره نعم وبعدين كان مصر هو كمدرب أنه اللاعبين المختربين ما يكونوا متواجدين لأسباب ما نحن نجهلها هو ويوضح أسباب انضباطية ممكن ممكن اللاعب المخترب مع احتراماته لهم ما يحسون بالمسؤولية مثل بقية اللاعبين أو يكون طلباتهم تعجيزية من خلال مثلا السفر من خلال البزنس من خلال التحاكم بالمتخبات أو تأخرهم اللي شيف تاني يعني صراحة يعني أكو أكو بعض الخنقول الأخطاء اللي وقعوا بها ذول اللاعبين العراقيين محترفين اللي إحنا ما ردي نقول مختربين وهم لأمام بلاد وحال المحلي لأنه راح يمثل هو أصلا من أب وهم عراقية وأيضا ممكن أنه هم أكو بيهم مولودين بالعراق وهذا الشيء ما راح يقل منعتهم لا بالعكس لكن أنا اللي شفته أنه بعض اللاعبين كان يعني عدتهم شوية غرور غرور على المنتخب الوطني وهذا الشيء لمسنا إحنا من خلال بعض المواقف لكن أعتقد الآن اللي سوا كاتنج هو شون نقول قرصة بالعراق نعم بس نعم بس نحن دفعنا ثمان البعض يقول لأنه نحن لعبين على مستوى عالي يلعبون بأوروبا ما موجود برايا موجود 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 نعم نحن نحن موجودين كاتر الزاق خبرة كبيرة واسم عالي كرة خدمة عراقية ويعرف اللاعبين وقريب منهم نعم نحن نريد نوصل رسالة صحيحة الجمهور ما رجل نخداحهم صح الوقت الصعب وكل النفوس حزينة ومتألمة وكل الآن بالتأكيد رح أطالب أكثر بعض المحترفين نعم لكن خلي نكون واقعيين يعني هي أسلة أسلة أكثيرة أكوت نعم من أول يوم تجول العراق لحد ما ابتعدوا عن المنتخب نعم شلين البطولات اللي حققناها بالمحترفين أو بالمختربين شلين البطولات اللي حققناها بطيني البطولة وصلنا نهاية بها بعدين نحن نقول محترفين بأوروبا لا نتحدث عن نفسنا منتخب مصر لعب كأس العالم 2018 مجموعة أوروكواي وروسيا والسعودية والسعودية موجودين كانوا بتشكلة منتخب مصر بس من الدور الإنجليزي ستة وعلى رأسهم محمد صلاح وعدهم بتركيا وعدهم باليونان وعدهم بالسعودية عدم 14 محترف قصروا وتدخل سارات احنا محترفين هنوين احنا محترفين هنوين احنا محترفين هنوين جستين وإحمد ياسين احمد ياسين أنا مقتنم بي لعب جيد جدا ويخدم المنتخب بس البارحة من داعقرة هو منتقل إلى نادي تركي نادي تركي اللي منتقل لإحمد ياسين هذا الموسم هو بالدرجة الأولى تسلسلة 21 من 21 فريق جستين مرام للناس كله احنا نقارن سيئ بالأسوأ نعم هم هسه أفضل اللي شوفنا لاعبين سيئين سيئين المستوى مو سيئين نعم 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 على المستوى على المستوى الفني حين نتحدث نعم فننقارن هذول هذول أفضل بس احنا هذول من نجيبه ونقوله بأوروبا ما يصير ما يصير نضحك على نفسنا محمد صلاح نقول هذا محترف محرز نقول محترف حكيم نقول محترف نعم دوريات ومحسب وشين الدوريات أي دوريات يعني للعب بشيك وبكرواتية أفضل من الدوريات نعم لا 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 انت يدخل انت يدخل يجيك وين دي لعب ترى خلو أقول لك شاء الله كرواتية وين دي لعب لا ما يصير نعم أنا من دا أقول لك استحمل ياسين وأنا من الناس اللي يعني جدا يعجبني أحمل ياسين كلاعب نعم بس من هو دا يلعب بنادي نزل درجة أولى مثل ما تلعب بأي نادي بي علاق رح ينزل درجة ثانية مثلا هذا عدد لقد ما بس هالموسم ليش ننقيس عليها هذا القصد يعني دا أحاول أناقش هم أشوف همكلاعبين لو عنده فرص أحسن ما كان يجل هالنادي هذا منطقي لو عنده فرص أفضل لدي أفضل بكار نحن نريد نقول الوصلة أنه اللاعبين المحليين والمختربين هم قاربين مستويات متقارب يعني ما يكون مستويات بعيدة يعني نريد وصل لك فكرة الكاتل لأنه ما يكون ومستويات بعيدة اللي يشيل المنتخب يقدر مثلا أخ نقول أكل لاعبين مثلا محمد صلاح محرز هذول فعلا مختلفين شعالين مختلفات هم مؤثرين جدا يقدمون الإضافة نحن نقول أنه اللاعب المحلي واللاعب المختلف هو أخ نقول المحترف هو متقارب وهذا الشيء ما راح يعني يفيد المنتخب يعني كثير يعني ممكن أنه لاعب أو لاعبين من الطبيعة أنه يتحقون لأنه منتخب 50 أو 60 لاعب طبعا وابلأك 29 أو 26 لاعب هم هؤلاء اللي ممكن يتواجهون لكن كابتل في كل أحاديث الفانيونين وفي الضرامج يقولون أن اللاعب المحلي هو يعاني من مشكلة في التأسيس لديه أخطاء بدائية لديه مشكلة على مستوى التكتيك وفهم الجمهر التكتيكية نتحدث أحيانا عن المختربين من ناحية أنه على الأقل هذا مؤسس بالصورة صحيحة على الأقل هو تكتيكيا يمكن ناضج أكثر وفهم أكثر نحن نسأل عن هذه النقطة ممكن يفيدون المدربين هي هاي المشكلة المشكلة من يجي اللاعب المخترب نقول من يجي ويجي يصدم باللاعب المحلي ممكن الأفكار هنا تكون مختلفة لكن أكو شي فخش هنا اللاعب العراقي الموجود بالداخل نقول عنده بعض الأمور اللي يفوق اللاعب المخترب مثلا أنه يكون إحساسه بالمباريات الدولية أكثر عمله نعم أكو فوارق أنه الفنية اللاعب المخترب تقول أنه متأسس صح لكن مو شرط أنه يكون أفضل من ناعب المحلي شوف أكو بعض الدول مثل برازين وهذه هي مناجم لللاعبين وحتى العراق عندنا عندنا يحشقون كرة القدم فلذلك تظهر عندنا مواهب وليس ما تظهر عندنا مواهب نعم نحن اللاعبين هم جيدين وقياسا لل يعني الدوريات الشباب ودوريات الناشئين اللي انتهت بهذه الفترة نعم فلذلك تشوف هاي المستويات وانا أشوف أقول كثرة الله خير يعني ما أعرف أنا مش شوي أختلف وياكم بهذه النقطة خلنا نختلف حتى النقاش يعني يصير أكثر اليوم اللاعب لمن يوصل للمنتقب الوطني ويخطأ في مناولة قصيرة يخطأ في عملية كروس يخطأ في عملية تحرك وتمركز هذا ألا يعني نرجع أسبابه إلى أرجع لنفس النقطة ضعف التأسيس عدم الفهم التكتيكي بصورة كبيرة هذا اليوم الحديث في العديد والبعض أثار هذا الموضوع لذلك اللاعب المختار هو ليس قد يكون هو يصنع الفارق بصورة كبيرة لكن على الأقل التكتيكين يعني يتجاوب مع المدرب الأجنبي أو أي مدرب يمكن بصورة أفضل كابتن إذا عندك تعليق على هذا نقطة حتى أن تفرح نحن نمكسب هذه الطريقة يخطأ في مناولة يخطأ ما كل عب يخطأ في مناولة بس إحنا أخطأنا إحنا الضعف عندنا مو هنا الضعف عندنا هنانا فهم التكتيك تطبيق التكتيك عمل الجماعي كافر الزاق قالها وكلنا متفكين على الكلمة إحنا نلعب بالحماس بالعاطفة أكثر إحنا ننسى الواجبات مو هسترة من قبل من أول حتى نتوزع جيركم نفس الشي نفس المشكلة نفس الشي إحنا الحماسة اللي عندنا بداخلنا العاطفة المشاعر على زمننا ممكن الخوف إحنا التكتيك ما يطبق الفرق الخليجية فرق الخليجية ليش أفضل من عندنا هذول متأسسين صح هذول متأسسين على تكتيك منهم صغار وكبروا زائد المهارة الفردية اللي عندهم فإحنا مو مشكلتنا بالفاس والمناولة والشي أي مدرب أجنب هالسنو يجي مش قد ما يريد ركز اللاعب العراقي حتى يطبق للتكتيك خمس دقائق عشر دقائق مش خمس دقائق نحن نجي مرتين لازم نرجع لازم للفئات العمرية وتأسيس يكون مختلف حتى نطلع منها هذه الفئات العمرية نحن نحتاجها لهاي الأسباب نعم بس الفئات العمرية هم بها لازم شروط ومدربين هم لهم شروط يعملون بها فعلا لازم شروط إنه بالعراق هسا الدور الشباب يريدون يفوز على حساب التعليم والناشيين يريدون لازم يفوز ما يعقلون يعلم اللاعب ويعاملوا عن نتائج أها ومدرب مببوط وكانوا يدرب دور المقات لعبتين وقاعدين بتلاثر إذا ينتظرون فعلا فعلا يعني هو الموضوع كله يعني يرتبط بآليات العمل في الطبقات الدنيا من كرة القدم اللي هي من عدة تختار وتؤسس الإداري والمدرب واللاعب وكل تفاصيل طيب خلينا نروح نشوف جماهيرنا اشغالت بعد المباراة خلينا نروح نبدو يا جماهيرنا اللي موجودة في أربيل مع مراسمنا جيرفان هركي والله المدربة الظاهر كان متخوف يعني تصريحاته يعني عكس تصريحاته لأداء اللاعبين تصريحاته هو قال يعني إن شاء الله الفريق جاهز بس هو نفسياً يمر بمشاكل ما أعرف يعني هل هو عكس المشاكل النفسية على تشكيلة المنتخب المدرب ما عنده شجاع لي مو شجاع أبداً مباراة حاسم أستاذ بيد العراقيين اللي يأترى الإيرانيين ما خايفين بصراح كمشجعين نحن نشف نعم خايفين يرجعون يدافعون داعش لاعب مستوى ما يطمن حتى إذا صعد نمر كثاني ما يطمن يريد شون المخفي برحلة البحرين يوضحوننا من الاتحاد المركزي من التطبيعية يشوفوننا شون الحل المدرب 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 والله بشار يعني ما شبته مستوى كل شي هابط طلعه نزل محمد قاسم يعني ليش ما عرف شون المعرف لا مستحيل والله إذا أنت لعب لواحد هجوم لوش ليش خايف ليش خايف هي أنت المفروض تلعب تنين هجوم أنت صعد صعد ممثل إيران شكرا لكل المتحدثين وشكرا للمراسلنا جيرفان هيركي كابتن رح أسئلك على نقطة قالوها الجمهور وأسأل كابتن رزاق على نقطة أول نقطة كتنش مدرب شجاع أم لا إذا راجع المسيرة خلال تلسلين والمباريات ونوعية المباريات الفرق المنافسة والأهداف والنتائج كان أصور باعتقادي عن ممكن أن يكون خاطئ أنه كان يريد يجمع كبير أقل أقل الخسارات شكل طبيعي جدا مو مدرب شجاع نهائيا هذا الدور باعتقادي كشف حجم الطبيعي كشف حجم الطبيعي ما عنده مغامرة يعني برحاني استغربت على شغلي نعم أنا حارس والمسالة وقوم ندرب حراس بس أعتقد عندي فهم أكيد عملتوا كثير مندربين صار عندي يعني في مباراة أنت تأخرت بيها بهدف تأخرت بيها بهدف خلاص عرف وضعك أنه الإيران لا أعرف إنه شون خرج مهاجم ونزل مهاجم التغيير التكتيكي أنت تسوي تلاعب لاعب أنت محتاج مهاجم ثاني شنو اللي صار أنه من غيرة مهنت عسى أوكي مستوى بدني جوز الخفاض بس شنو اللي صار أنه غير مهاجم ومهاجم بالوقت هاي ممكن يسوي مكاينة عاني هاي ممكن يسوي من انت متعادل ممكن يسوي من انت متعادل متعادل بعدك أول بس انت خسران انت خسران ونت مهاجم هاجم هاجم شفت أنه ميمي ما كان بوضع الطبيعي في هاي المباراة على عين وراسي ونعم أنه هو وحتى ممكن بوضعك ربما كربما مباراة عدة أمكانيات وعدها هاي لكن من تشوف لاعب مثلا ثلاث مباراة وبوضع قلق وما قدم مستوى كيف راح تشيله حت له مثلا أنه تتدور عن فوج ممكن لاعبين الوسط اللي يفعل بوضع سيئين اللاعب البقية خلال مباراة التبديل صار تقريبا وراء دقيقة سبعين وراء دقيقة سبعين عندي فكرة أنه لاعبين وسط بشار عندي مستوى الأمجد مستوى عندي فكرة فأنا من باقي اللاعبين السيئين داخل المرعب فنية السيئين وطلع مهاجم ونزل مهاجم شو نتغير هيا كابتن حتى نتحدث عن نقطة اللاعبين الوسط هم مو بوضعهم أنت خسران أنت متأهل بنسبة 99% حتى على المركز الثاني كان كل متوقع التبديل الذي حدث في الدقيقة 85 شال لاعبين اللي هم بشار ولاعب آخر ما أذكر ونزل محمد قاسم وشيركم طيب أنت شمنتظر يعني أنت منزلهم داخل 85 ما تريد منعدهم لماذا من البداية ما أفكر بهذا الأسلوب وده يشاهد أنه بشار بدأ يفقد كرات كثيرة البشار ليس فيه وضع طبيعي وحتى اللاعبين الآخرين وحتى تبديل باهيم بايش إبراهيم مصاب صلى فترة إذا نجو نحكي على التبديلات وعلى سير المباراة هساني كمدربة أنا راح أنزل تشكيل بس ما أدري ياهل اللي يكون بضعة وياهل اللي يكون مستوى مستوياتهم عالية وما تعرف كم لعب راح يكون مستوىهم أقل بهاي المباراة أنا أكون صريح وياك إنه كانت إنش راد راد المباراة تعبر خصوص إنشطة الأول للصفر صفر لأنه دافع دفاع منطقة ودفاع متأخر فلذلك أكو لاعبين مثلا سنتر إذا تجي بمجملة لاعبين ما تلقي غير لاعبين أو تلافع هنا بيش حال المدرب بيش راح يسوي ذلك خنقول سبع إلى ثمان لاعبين هم مو بمستوياتهم هل بالشوط الأول يغير لاعبين أنت يعني دع بشوط الثاني ما يقدر يغير إذن الشوط الأول هو قدم تشكيل واللاعبين ما قدروا هاي الأدوات ما نفذت اللي يريد خنقول نعم هاي أتفق بي هوياك وهي تحدث في أي منتخذ نجي للشوط الثاني أي مدرب أسه بالعالم أنا أقول لك فهذا شغل استفادية المدرب مو أحد يعني هو مدربيننا الكبار نعم قال لي شوف أنا هو سعيني قبل قال لي رزاق شتان لعب قال لي إذا فريقك مو زين عندك سبع لاعبين يلا ثمان لاعبين مو زينين شا سويت بها يشح هاله قلت غير بعدني لعب قل لي لا تنتظر فترة من الزمن لحد ما يتحسن عندك ثلاث لاعبين أو أربع في هذه الحالة صار عندك سبع لاعبين تبدأ تغير ثلاث الفوق تقدر تغير ثلاث أخبر كل إشكة نشي الخنش قل لك نعم اللاعبين شوف إذا تأخذ بالشوط الثاني كان أكو بعض المحاولات لكن إحنا من نبدأ نهاجم صدقني عندنا ضعف راح يصير عندنا كابتن إحنا إحنا هاي مو من اليوم صح إحنا نقدر ندافع بس بس نهاجم ونترك المناطق الدفاعية صير عندنا شوارع مو بس اليوم هاي هاي حتى أمام فرقة ضعيفة إحنا عانينا يعني أمام فرقة ضعيفة يعني يعني نتركنا في الأوضاء كثيرة أقول لك نعم أتأخر بالتبديلات نعم لكن هاي أدوات صدقني أنا أقول أنه هؤلاء اللاعبين ممكن ما توفقوا هاي المباراة وبالتالي أشوف أنه مثل ما قال كابتن هو مشكلته الوحيدة أنه ما لعب بمريات قوية وقدر يشوف لاعبيننا على حقيقتهم يعني إلا إلا هو حتى يبنى عليها للمستقبل هاي أرجع على هاي النقطة اللي ذكرتها لكن خلونا نشوف أيضا آراء جماهيرنا في بغداد مع مراسلنا أميشا الراد ماذا تحدثت جمهور طبعا أيضا كناك تباين أكون بعض راضي وأكون بعض مراضي خلونا نشوف العداء اللي طابع مباراة المتقيم نشوف ورغم الخسارة أنه أفضل نسبية مباراة لأن المنافس مثل ما يعرفه الجميع أنه يتمتع بنجوم ولاعبين المحترفين على مستوى العالم خاصة من الخط القدم مهلي طار من أسوأ سبقاء لكن كيفية استخلاص أو إخراج الكرة إلى الثلث الأمام قاعد مهاجز مشكلة بينه مشكلة عظمة يعني كنا متأملين أنه أكثر من هي النتيجة بس الحمد الله وشكر على كل حال هذا كان المفوض أنه هذا الشعب يفرح أكثر الحمد الله وشكر راضى على أداء المنتخب اليوم ما حسيت لهم شوية مرتبور كان الأداء كان أداء كله شحلو كان ينقصنا أنه الند الهجومي يعني كانت أكو غلط كان بالتشكيلة أنه المهاجب الواحد يعني ميمي سيكون طوى بين أربع الواعيب ما يشترم هذا جدا مخجل صراحة ماشيكنا لا تقتيكية لا تمرير صحيحة لا تنظيم ملعب والتغييرات كلش تأخذ صراحة دقيقة 2-85 بعد المدرب يستمتل واحد هذا فعام وجوية مباراة إن شاء الله نمل قادم المباراة يتحسن وإن شاء الله مشاركة المختربين وعدنا الواعيب محليين أفضل همين إن شاء الله منتخب بلأغل أفضل المنتخب الإيراني سيطر على اللعبة ولعب كما يري زي يعني سجل هدف رجع داع وحافر على الهدف وسير المباراة كل أريحية 90 دقيقة سير المباراة المنتخب لا يستحقون تواجد المنتخب لا يستقلون لمنعتهم لكن هذا مستواهم وهذا مستوى فرقنا الطبيعي اليوم لا نعتبر على الكاتنج لأنه هذا مستوى الفرق العراقية هذا مستواهم نتمنى بالمرحلة القادمة التي يباع الشهرين 2-9 أو المباراة نتمنى يعطي حساباتي ويعطي حساباتي الفريق بصورة عامة وإن شاء الله توقف المنتخب شكرا الموضوع دعونا نرى ماذا قال النجم الكبير والدولي السابق كابتن علي رحيمة عن مباراة العراق وإيران مباراة مباراة أكيد صعبة كانت مباراة مهمة كفريق كنا نتمنى نتنفوز أو نتعادل من أهل المصدرين المجموعة اللاقب منتخبات أقل من المستوى الموجود لكن الصراحة اليوم عتبنا كبير على اللاعبين على الكادر التدريبي على كل الوافد اللي موجود في دولة البحرين الأداء كان الصراحة أداء غير جيد أداء عرض غير مقبول بالنسبة للاعبين إذا تشوف اللاعبين كأفراد اللاعبين جيدين خاصة موجودين بدور عراقي بس تشوفوا كمجموعة ما جاية صارت ثلاث مباريات وقبل يوم كنت مع أحد القنوات وتكلمت على هذا الموضوع قلت اللاعبين كأفراد ممتازين بس كمجموعة ما جاية دون كان أداءنا متوسط بس الفرق اللي لعبنا معهم مستوى مستوى متدني جدا بالنسبة لآسيا وبنسبة لمنتخبنا العراقي منتخبنا العراقي منتخب كبير صاحب تاريخ إنجازات نتمنى إن شاء الله يصحح الوضع للمرحلة القادمة المرحلة القادمة ستكون أصعب وأقوح من تحمل خسارة كابتنى اللاعبين أو المدرف الصراحة خير يتكلم اليوم لا أكيد الصراحة ما راح نجامل لا اللاعبين ولا المدرب احنا أهم شي منتخبنا أو بلدنا يكون بالطريق الصحيح الصراحة نعتبنا على اللاعبين لأن نقول أداهم غير جيد نحن مون ننتقص من أيتهم ولا نقلل من شيئهم بالأعكس أنا قلت لك كأفراد اللاعبين مميزين بس جاي نشوفهم كمجموعة ما جاي أدون شنو السبب ما تعرف من المدرب من اللاعبين أكيد الكل يتحمل المسؤولية كل اللي بوفد اللي موجود بالبحرين يتحمل مسؤولية تعاد العراق الكل تحمل صراحة الفريق ما جاي أدب صورة طيبة وما نعرف شنو الأسباب شوف الفريق بطي بدنيا ضعيفين فرديا مزينين جماعيا مزينين كتكتيك ما معرف شنو السبب صراحة أسباب كثيرة جاي تولد أتهم أداء غير جيدة وأداء غير متناسق في بعض المبارئة على الفريق اللي موجود على الأداء هذه الثلاث مبارئات الفريق ما يشرب بخير أتم معه بعطاء كتانيج نحن ما نوضع يعني الشيء بس على كتانيج نحن لازم نصحح كل المجموعة إذا كانت تدريب أو كل لعبين لازم يصححون وضعهم نطلب من اتحاد العراقي يضع معسكرات جيدة للفريق تعرف التصفيات هاي ممكن شوي سهلة بس التصفيات القادمة خاصة نحن صرنا ثاني على المجموعة راح تجينا منتخبات اللي هي تصنيف الأول ممكن اليابان ممكن كوريا ممكن استراليا أتمنى إن شاء الله يكون معسكرات جيدة مبارئات على مستوى عالي ما نلعب مع تراماتنا سوريا فلسطين البحرين الأردن دول ما نلعب لذلك ما راح نستفاد منها تريد منتخبات مستوانة أو أكتر بشوية على أدن نستوات خلن نخسر موكو مشكلة مبارئات بس نستفاد للتصفيات القادمة شكرا لمراسلنا جيرفان هركي وأيضا شكر موصول للكابتن العزيز علي حسين الرحيمة كابتن أبدأ شوي تحدث الكابتن علي وتحدث الجمهور اليوم الكل يتوقع أن ترجع الموضوع عقالة كتنج اليوم صحيح أم خطأ أن نقيل الكابتن أو كتنج من المنتقف برأيك في هذه الظروف هذا الحدث في البدايانة أرى أنه خطأ أنه يقال المدرب لأنه مثل ما تكلم الكابتن أنه الفترة قصيرة جدا يعني شيري دي المدرب يسوي شهر أو 40 يوقي نقول بإضافة لذلك هذا المدرب حفظ لاعبين وعرف إمكانياتهم وقدراتهم صدقني لو يأتي أفضل مدرب بالعالم لا تجد الفرق لا تجد إمكانيات اللاعبين أو قدرات اللاعبين خنقول بالحالة الهجومية تعتمد على حالات ارتجالية فلذلك هذا المدرب ما سيأتي يعني شي راح يسويه كتنج قدر أنه ينظم الحالة الدفاعية للفرق الحالة الثانية اللي هي الحالة الهجومية لو تجيب لهم منه مورينو لا مورينو لا لوح صدقني أنا أقول لك مو هم بس هم حتى إحنا بكنا نلعب يعني حتى إحنا ما أريد أقول لك اللاعبين العراقيين الحاليين لا حتى إحنا بكنا نلعب ويجيو مدرب يطينا جملة تكتيكية إحنا ما نتطبق لأنه صدقني اللاعب العراقي الحماسة والإندفاع والخنقول يغطي على كل شيء يعني ينسي كل شيء يعني ينسي كل الحالات التكتيكية فلذلك يبدي الخنقول الاندفاع الزايد يغطي على اللعب التكتيكي يعني إلى متى؟ إلى متى؟ كرة القدم لعبة جماعية هذا الحماس إلى متى هذا الحماس؟ لا لا كرة القدم لعبة جماعية نعم ممكن كلاعب أنا كلاعب بسيطرة على على عصابي وفاهم الدرس وفاهم الواجبات ممكن لعب ثاني نفس الشيء والرابع نفس الشيء بس إذا لاعب واحد خرج عن الخط المنظومة كلها ستفشل يعني ما نقول تتحكم بها المشاعر والعاطفة نحن ما قاعد نجيب كلام يعني أكيد يعني هذا الموجود هذا كلام عبر أجيال عبر أجيال ليه اللعبة جماعية هي وليه التأسيس ضعيف عندنا نحن مو منتخب ألمانيا ألمانيا من إحنا وصغر نقولك ألمانيا دقيقة 91 سجل التعادل والتفوس نعم عجهم ثبات مفعالي يعني رهيب عجهم انضباط تكتيكي رهيب حتى لو متأخر ليس مثل متأخريب القضاء يجب أن تشوت يقولك باس نفس الشيء تأسيس تأسيس إحنا تأسيس ما عدنا صحيح لا تأسيس فني لا تأسيس نفسي لا تأسيس بهني ما عدنا فمين يجو هي نعبة جماعية واحد أو اثنين طلعوا من الخط قاموا يسرعون نحن ما عدنا سرع نحن عدنا تسرع كل ماني السرع يفرموه حتى مع الأسلوب الدفاعي بارحة إيران بالشاطة الأول أكثر من كرة بينية لقيت الفراغات بالشاطة الثانية حتى ترزاق حتش 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 على تكتيك الدفاع التكتيك الدفاعي بالفرق القدم أسهل من تكتيك اليجوية أسهل بكثير أنت اليوم لعبنا إسبانيا بطولة القارات بورا نظمهم مو بورا نظمهم بورا نطاهم الإحداثيات الصحيحة نعم فريق يمتلك خبرة عالية قبل سنة ما أخذ بطولة القارات فريق متأسس قبل 2003 صح؟ إسبانيا نعم بس تكتيك الدفاعي الشي نوع يوجد الكرة فالدفاع البارحة رجعنا كلها للخلف رغم هاي من الفاتلم مرة مرتين شوطة الأول غير ya بشوط الأول معاً كل هذا التكتول إحنا نضرب دفاعنا من المنطقة من العموط ومن ثم من الجوانب حتى كومبوتيو حتى هون كونك حتى مشكلة إحنا بالفرق اللي انهاجمها هي هي مشكلتنا طبعاً لازم لازم يصير عندنا خطأ دفاعي حتى ندافع عنها قدامها؟ لا أشوف إحنا أخطائنا أنا أستشوف الخطأ اللي كان هو الظهير شوية كان مفروض على أغل هاوي مكان نعم ومساعد ناضر كان داخل ومساوي عموط في وقت فعلاً كان هناك خطأ جماعي من منظومة الدفاعية فقدان تركيز في لحبتهم لو كانوا شوية مركزين في هاي الحالة ممكن كل ما يجي قول لكن اللي كان غير جيد أنه حتى من يجي القول علينا بخصوم شرط الأول ما صارت فعل لا من قبل المدرب ولا من قبل اللاعبين أنه يهاجمون ويبدون ظلوا يدافعون لأنه أنا أتوقع أنه كانوا خايفين من الخسارة الثقيلة لأنه ممكن أن تخرجنا من الأرض زين كابتر أنت كنت مهاجم لعبنا مهاجمياً بهاي المباريات ولعبنا مهاجم واحد لعبنا بعدة تساليب حتى من كنا نلعب مهاجمين نشوف حركات المهاجمين وتحركاتهم في المنطقة الأمامية بها إشكالية يعني أنا أتذكر كلكم أنتم إذا أكوا لاعبين اثنين مهاجمين واحد ينزل الثاني مثلا يقطع من خلفه حتى تدخل للعمق تخلق الفراغ نعم نحن هذا ما موجود كابتر وهي من أبجديات العمل الهجومي بالأمام خلال حركات مهاجمية يعني إشكالي الوحيد على كوتانيج أنه بهاي التصفيات الأخيرة كان يلعب بأسلوب واحد يعني بأسلوب دفاع بحت ورتم واحد ما عنده مثلا أنا قلت لك ما عنده حلول ثانية مثلا يغير أسلوب اللعبة اثنان المباراة يعني تصور احنا من بدينا نهاجم وصلنا وصلنا احنا كلاعبين عراقيين على اجتهاداتنا الفردية لكن نوصل ونقدر نخلق فراص هاي الحالة اللي انت تقولها اكو لازم يكون انسجام ومباريات كثيرة حتى يتعودون عليها اللاعبين يعني انت ما تجي مثلا تجيب لاعبين ودقلهم ياابا هذا التشكيل وهذه طريقة اللعب ويلعبوا لازم يكون اكو قبلها مباريات ويلعبون هاي المباريات اكثر مباراة حتى يصير انسجام بين اللاعبين المهاجمين ممكن يلعب مهاجم واحد ممكن يلعب مهاجمين هاي هو اسلوبه وطريقته هو كمدرب لكن يجب انه يكون اكو عمل قبل انه يلعبون هاي المباريات يصير انا مثلا بيوم المباراة واجه قلهم اتو لعب اثنين مهاجمين شنو التحركاتهم طريقة لعبهم من اللاعب اللي يكون خلف المهاجم الاول فلذلك تشوف انه اكو شغلات انا اشوفها ارتجالية ارتجالية وغرسة حسب الاشتعات وايضا بدون تمارين وتدريبات انا ما اقول لك انه المدرب لكن انا اشوف انه هذا المدرب عرف امكانيات لاعبين وبالتالي فاقد الثقة بالناحية الهجومية وكأنه يريد يبقى بس يدافع يقول انا هذا وما ممكن يهاجم حتى نعاني انا اشوف انه متى ما يكون اكون مدربين اكفاء ويعتهم امكانيات عالية على دور الشباب والناشئين ننتظر منتخب قوي لانه قبل شوف انه كانوا افضل مدربين يقودون الفئات العمرية وبالتالي يخرجون لك لاعبين جيد طيب كاتنش بعد المباراة خرجت بتصريحات رنانة خلونا نشوف اشقال كاتنش امامكم على الشاشة كاتنش ايران حصلت على فرصة وحيدة بالشرط الاول وسجلوا منها وهذه هي جودة الفرق القوية وللأسف دائما نستقبل اهداف من اخطاء تأهلنا بهذا الفريق المتاح علي عدنان لم يلعب منذ سبعة اشهر صفاء هادي لم يلعب منذ عام ميمي وبشار لم يلعبا منذ شهر بهذه الظروف لعبنا ضد تاني افضل فريق في اسيا وهذا لن يكون كافيا بالمرحلة النهائية وستكون المهمة صعبة وهذا شجاعة من عنده يعتبر في العراق الجميع يريد ان يبرز عضلاته احد الاندية ارجع تسعة لاعبين من المنتخب بطريقة غير مسبوقة قصتي مع المنتخب العراقي جميلة ومضحكة في نفس الوقت وسأكتب كتابا عنها اذا هل سنكون جاهزين المرحلة المقبلة هو يتساءل ام لا هذا امر لا يعود لي هناك تواريخ وايام للفيفا فاذا وفروا اللاعبين لي لمدة شهر سنكون جاهزين وبخلافه سأتابعهم فقط وأستدعيهم كابتنا حمشين رأيه يقول مضحكة وجميلة ومعاجبة والله لا يعني انا قلتها قلت هذا كلام لمدرب يريد ينهي العمل نعم يريد ينهي العمل يعني كلام غريب انا مدرب عندي لاعب سبعة وشهر ملاعب ما استدعي ما استدعي من شروط اللي كل المدربين يعرفوها ويعملون بها لاعب جاهز لاعب جاهز بدنيا لاعب جاهز فنيا نفسيا لاعب جاهز كوزن لاعب جاهز كممارس في المنافسات انا سبعة وشهر ملاعب انا واحد عندي مدة سنة كامل ملاعب يوش اجيب ليش اجيب رغم هاي انت جايب لاعبين محترفين مما محترفين علي عدنان محترف وصفاء محترف وهم وياك معاك فترة طويلة يعني ما رايح تحتاجهم فترة طويلة حتى يفتهموك او تفتهمهم وانت لعبت لعبتين البصرة ولعبت لعبتين كامبوديو انا بالنسبة لي كانت من ضمن مباريات الاعدادية المباراة ايران بالنسبة لياني مع ذلك ما سفادينا فاني عندي اربعة مباراة لعبتها حتى لو مبتعد سبعة الشهر حتى لو مبتعد خطأك جبتها مبتعد سبعة الشهر يعني هو يتحمل طبعا انا اريد الدخاءة الاخيرة سيبقى لو سيطلع برأيك الاتحاد تطبيع ايش راح تتعامل سريعا كما قال كابتن انه تصريحاته وإحاءاته كانت انه الخروج خصوصا انه راح يعلف كتاب وفعلا انه يجي للعراق ما يعلف مو كتاب كتابين وثلاثة وربعة هو ستة شرمة من السل المراتب ايضا تحملوها اتمنى انه المنتخبنا التوفيق وانه يصححون المسار والقادم ان شاء الله شكرا لك كابتن رزاق ضيف عزيز منورنا في عمان اتمنى لك التوفيق والنجاح ان شاء الله ضيف عزيز دائما مدربنا الكبير لك التوفيق ايضا في الفترة شكرا لك اذا مشاهدين الكرام مصنى ختام حلقتنا لهذا اليوم التقيكم في حلقة مقبلة تقبلوا مني تحياتي انا معد ومقدم البرنامج نور نزاري وحيكم في امان الله اشتركوا في القناة